موسيقى لسامير هي في جزء كبير هذا اللعنة والمصائف لقصر المغاربة في الغلاء ديال المحلوقات هو التغييف دير الشركة ديال لسامير كأنه هذي كان عيون فهمو التنعي وكان قولوا هذي غصو ضف ولكن في الأخير كان قولوا ربما هذي شيء مذبار لأنه التوقيف دير الشركة ديال لسامير تزامن مع تحريري وحد في الدعم عن المحلوقات لسامير هي محطة لإستتها الحكومة الوطنية ديال عم الله إبراهيم في البداية ديال الاستيناد بتعاون مع الحكومة الإيطالية والشركة ديال إيني الإيطالية سابقا الهدف منها هو أننا العمق ديالها هو التعزيز سيادة الطاقية ديال المغرب بمعنى كان استوردوا النفط الخام من برا كان عالجوا في المغرب وكان وزعوا على المغربة باش أننا نضمنوا لهم الأمنة الطاقية ديالهم لأسف هذه الشركة تمت الخصصة ديالها بـ 97 كانت من الجواهر الاقتصادية ديال المغرب الظروف ديال الخصصة ديالها الحدود ساعة مزام تروها عليها مجموعة ديال الأسئلة لما تلقاش لها أجوبة طاحت فتصفية القضائية منذ 2016 ومن ذلك الحين إلى اليوم فهي شركة متوقفة عن الإنتاج كليا وكينما سعي على مستوى المحكامة التجارية بالنسبة للإستئناف ديال النشاط ديالها ولكن لأسف اليوم على أنه الموقف ديال الحكومات المتعاقبة سواء بن كيران سواء العتماني سواء اليوم أخ النش بأنه موقف سلبي من هذه الشركة ديال لسامير وهناك الأموال والطروة الوطنية ديال المغرب كتخسر نعطيكم ماذا يخسره المغرب في التوقف ديال الشركة ديال لسامير يعني بشكل يواجيش زدان الأصول ديال الشركة ديال لسامير تقدر بـ 21 مليار ديال الدرهم عدم استئناف ديال الإنتاج المغربة غادي يخسر 21 مليار ديال الدرهم هذه سبع سنوات ما خدمناش لسامير كنا غادي يربحو فيها 22 مليار ديال الدرهم كذلك احنا اليوم للشركة ديال لسامير في مواجهة مع المالك السابق ديالها اللي يمكن غادي يضربنا بوحد العقوبة أخرى ديال 27 مليار ديال الدرهم المجموعة ديال الخسائر المتوقعة في المالك ديال شركة ديال لسامير هي 70 مليار ديال الدرهم هي 7 مليار ديال الدولار احنا كنتطرحوا السؤال إلا كانش يوعد فيه شي ضرار ديال الإيمان والانتساب ديال الوطن كيف له أن ينام أو أن يسكت على حجم هذه الخسائر التي يعيشها المغربة اليوم مجراء هذا الميل في شركة ديال لسامير نقول لكم بأنه لو أنه كانت لسامير ما كانوش المغربة سيتعرضوا لهذا النصب وهذا الاحتيال ديال الأرباح الفحشة اللي طلعت من 600 درهم إلى 2000 درهم واللي احتاج للأسف لمؤسسة دستوري اللي يدرناها في هذا الباب هذا اللي هو المجلسية الدستوري عجزة ورفع رائسه الويضاء من خلال قرار الأخير ديال لقرج الذي اعتقل لا يسمينه لا يغني باش يوصلك جديد فيديوهات لأنباء تغيت تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس